أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتابا حكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تنبوا إله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي يفضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون الثياب هم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستدعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولين قلت إنكم مبعوثون من بعض الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولين خرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مسروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولين ذقنا لإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفر ولين ذقنا ونعماء بعد الدراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين سبروا وعملوا الصالحات أولاك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك مضائق به صدرك أن يقول لولا لولا أزل عليك أنزل وجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفترى قل فأتوا بعشر سهر مثلهم مفتريات واذعوا من استتعتم من دون الله كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلنتم مسلمون ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن نوفي إليهم أعمالا فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنوا به ومن يكفر به من الأحزاب فالنر معذ فلا تك في مرية منه إن الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والاسم والبسير والسمع هل يستبيان مثله أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا وباديا رأي أرازلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نذنكم كاذبي قال يا قومي أريتم كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن لزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قومي لا أسألكم عليهم إن أجل إلا عن الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني يراكم قوما تجهلون ويا قوم من يسرني من الله انطرتهما فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيذنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به إلا إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن رتنا صح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إني افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاتبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه لم يقومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخصي ويحل علي عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال أركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تدريبهم في موج كالجبال وناضى نوحني بنه وكار في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك وسماء أقلعي وغيذ الماء وقوذي الأمر واستمت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وناضى نوحا ربا فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعذك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من آلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني يعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك نسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين قيل يا نوحه بيط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى آذن أخوهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجر إلا على الذي فترني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمينين إن نقول إلا اعتراك بعض آليتنا بسوء قال إني يشهد الله وشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتريعادوا جحدوا بآيات ربه وعسى رسله واتبعوا أمر كل جبار عميد ويتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا أبعدا لعادي قوم هود وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعملكوا فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قومي أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التخسير فيا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولتمسوا بسوء فأخذكم عذاب قريب فأقلوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خيز يومير إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأسبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن الثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثا جاء بعجل حنيظ فلما رأى إن دهم لا تسل إليه نكرا وأوجسا من خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نط وأمرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإصحاق ومن وراء إصحاق يعقوب قالت يا ميلة آل ذوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه ماتي مع الظبر غير مردود ولما جاءت رسلنا لوتا سيئا به وذاق به ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آمي إلى ركني شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يسلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا أمرتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها صافلها وامترنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مذنى أخوان شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم يأفوا المكال والميزان بالقسط ولا تبغسوا الناس شيئا ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أسلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم يريتم إن كنت على بينات من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما ستعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتم إليه أنيب ويا قوم لا يجمن لكم شقاقيا يصيبكم مثل ما أساب قوم نوحنا قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوت منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وذود قالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لن نراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قومي رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورواكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قومي عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصحة فأسبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولكذ أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يختم قوما يوم القيامة فأردهم النار وبسنورد المورود ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بسرفت المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك بالطائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وإن ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف أعذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن آخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدنا فيها ما ضامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدنا فيها ما ضامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوذ فلا تكو في ميرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبه غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقوضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك عمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تابع معك ولا تدغو إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة ترفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك الذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين فلولا كان من القرون من قبل كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لهم لأن الجهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ومعذة وذكرها للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عملون وانتذروا إنا منتذرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أفلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القسس بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف ليبيا أبتي إني رأيت أحد عشر كهكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحادث ويتم نعمته عليك وعلى آله عقوبك ما تمه على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لسائل إذ قالوا لن يوسف وأخوها حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف ويطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيك وتكونوا من بعضه قوما صالحين قال قائل منه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبية تقنوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخافا يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لين كله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذابوا به وأجمعوا يجعله في غيابة الجب ووحينا إلي لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلهم الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصهم بدم كذب قال بل سونت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تسفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذرى ذلوه قال يا بشر هذا غلام وسرهم بضاعة والله عليم بما يعملون وشرهم بثمن بغس دراهما معدودة فكانوا فيه من الزاهدين فقال الذي اشتراه من مصر لمرأة يكرمي مثواه عساعي فعناه نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليصف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاذث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده وارتنا حكمه علما فكذلك نجزي المحسينين فرعوذته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عن السوء والفعشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميسه من دبري وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنعوا عذاب ألي قال هي أراودتني عن نفسي وشهدت شاهد من أهلها إن كان قميسه قد من قبليا فصدقت فصدقت هو من الكاذبين وإن كان قميسه قد من دبريا فكذبت هو من الصادقين فلما رأى قميسه قد من دبريا قال إنه من كيدكم إنك إذا كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكر إن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكا وأتت كل واحدة منهن السكين وقالت خروج عليهم فلما رأينه وأكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعزم ولئن لم يفعل ما مره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بذى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسينين قال لا يأتيكم تعامل ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركتم ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب المتفرقون خير أمين الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتوا أباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمل أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيا وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبذ في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابست يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعض أمة أنا ينبئكم بتأوينه فارسلون يصف أيها الصديق أفتن فيه سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابست العلي لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك السبع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث النص وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قد تعنيد يهن إن ربي بكيدهن علي قال ما خطبك إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه ميسوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم 16-99 Özbek Kaseçilik İslami Kitap ve Malzemeler Sarayı